موسيقى صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من حوار اليوم الأربعة تسعة تاشح زيران 2024 التطورات كلها رح تكون محط نقاش بهذه الحلقة مع ضيفنا بالستوديو الأستاذ سيمون أبو فاضل أهلا وسهلا فيك الكاتب السياسي ونشر موقع الكلمة أونلاين أهلا وسهلا فيك بحوار اليوم فنرحب بالدكتور حكم أمهز اللي رح يكون معنا كمان خلال هذه الحلقة مباشرة من طهران عبر زوم دكتور حكم أمهز الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية صباح الخير دكتور صباح خير مهلا أهلا وسهلا فيك سيمون بدأ نبدأ من الحدث يعني ما بعف أدي فعلا مفاجئ يعني حتى من النظرة الإسرائيلية إذا بدك أو الجانب الإسرائيلي عم نعتبروها هي حدث مفصلة ربما بهذا الصراع وهذا الحرب ما قامت به المقاومة بالأمس على وقع زيارة هوكشتاين في لبنان يعني كان لبنان بالأمس يتلقى الرسالة الإسرائيلية عبر هوكشتاين فيما كان حزب الله يرسل بهذه الرسالة المفاجئة المسيرة يعني اللي معرفنيها لأنه أكيد انتجها لتعب الوصف لا 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 عمليك المسيرة لا الواضح واللي معروف واللي على أساسه عم بيصير فيه انه اتصالات دولية انه الحرب إذا اشتعلت بين حزب الله أو الإسرائيل إذا توسعت انه الإسرائيلي بيعرف انه فيها ضرر طبعا اللبنان نحيك ولم تقولوا كمان يعني حصة الأسد إلا أنه اللي مخلى أنه كمان يعني هلأ هذا الكلام أنا قيله عدة مرات هلأ هم نحكي مطولا فيها إسرائيلي يكون عم يعني عدة مرات يهدد وما يلجأ إلى العملية هو أنه عند حزب الله فيه قدرات اللي هي اللي علاقة بكسيفة النيران من صواريخ وآخر مد تبين أنه عمل المسيرات كان فيه خوف أنه منطقة شمالية فيها أسلحة نووية فيها يعني هيدا مراكز حيوية هلأ المسيرة عطيت غير بعض عطيت غير بعض أولا أنه طبعا هي منه هو عمل أمني كبير عملت خرق أي أظهرت أنه فيها تكون عشرة قاعدة يعني موجودة عشرة قاعدة بالأجواء الإسرائيلية تعمل مسح لهالمناطق وما يتم صدى يعني هو البعض وين فيها مش أنه كشفوا شو فيه عند الإسرائيليين هو البعض فيه أنه إذا قطعت هالمسيرة أنه إذا يعني معناتها الأجواء مش كتير محصنة من جانب إسرائيل في حال إذا حزب الله كسف عملية أولا إذا استعمل هيدا النوع من المسيرات وأنا بعرف شو هي وليش ما لا قطع الرادار أو ليش ما تم إسقاطها يعني شو العوامل لمكشفتها بس اللي متاخد بعينها الاعتبار ولنا عم يحكي عنه الإعلام الإسرائيلي أنا قريته أنه هذا يعتبر خرق أنه إذا مسيرة تانية حاملة مبعف كيلو 2 كيلو 3 كيلو كيلو مثلا متفجرات يعني وأغارت على مناطق أنه هذا طبعا الإسرائيلة تأخذ بعين الاعتبار يعني هذا بيخلي كمان أنه طبعا إسرائيل هون يعني تستنفر أكتر مش تتردد لأنه خلنا نحكي نقطة لأنه معنا ضايف إيران أنا هلا بده أقوله لأنه إسرائيل أول مرة جربيت ضايف لبناني ها لبناني ها قلت يدي من إيران من إيران الزميل الدكتور عفوا عفوا ما انتبهت ما انتبهت على الصورة أنا حسابة تسمى تحيي أستاذ أنت مسلمت علينا أحسن سلم عليك حييك أستاذ سيمون النتيجة أنه هيعتبروا هني أنه يعني جربي يستردج نتانياهو أمريكا عندما ضرب القنصلية بدمشاء نعم ومؤخرا نتانياهو قال أنه نحنا ما عنا قدرات أو بدنا أمريكا تعاوننا بموضوع مثلا أنه جنوب لبنان يعني هون هم بحيو يستردج أمريكا ليش لأنه مقرر يفوت بالحرب كل عزر هيدا كل عزر أو كل عامل عمبي يصير على الساحة اللبنانية بده يستسلم الإسرائيل يعني هيدا العامل يعني هكون حافز لأولا فتح جبهة هو حافز يعني هو حافز لنقطتين أول نقطة خلنا نحكي قبل ما نعرف الموضوع موضوع غزة بده ينتهي بلحظة ما بده ينتهي إذا انتهى باتفاق بقوله حماس وإسرائيل ومصر وقطر وقعوا على ورق التفاهم هون رح يكون فيه انتصار للممانعة ورح نكون فيه واقع على صعيد المنطقة وعلى صعيد لبنان إذا راحة إسرائيل على برنامج اللي حطوا نتانياهو وهون في كتير من الممانعة ما بيقبلوا هذا الكلام بيفهموا غلط وحطت هدف أنه أنا بدأ دعا السنوار خاصة أنه السنوار أو جمع قيادة حماس حددوه من مانيو تسعة تشرين الأول بس إجرى ترامب وماكرون حليف الممانعة وإجي قيادات من ألمانيا مسؤولين ومن بريطانيا ومن كل العالم وقالوا هايدي مجموعات متطرفة إرهيبية هي خارجة مدرسة القاعدة هو داعش ويجي بقضاء عليها إذا قضي على السنوار في واقع جديد على كل المنطقة هيعتبر أنه هو انتصر هون نحي يجي على الوضع الجنوبي بيقلهم فضلوا أنا هيدا الشنطيون على اللي عملته هون ببلش الضغط فإذن اللي عم بيصير أنا فت بكل موضوع مع بعضها اللي عم بيصير بموضوع هون ما أنه أكتر من عملية يعني بالواقع هيك مش هو كهي أبو ملحم أنا بحذر الإسرائيل بعد ما بد ما فتح الحرب يعني متردد من كسافة الإيران بس هو عارف أنه فيه بعدين يحصن أوكي عملت لنا بريفينج للي بدنا نحكي بس ما فتنا بالديتيلز لأنه بدنا نحكي فيهم يعني قلتلك أنه نتيجة غزة بدنا ننطر شو بيصير تناشف إذا بيفتح الحرب قبل أو هلأ يعني إذا ربح بغزة وقدر على السنواء مثل ما هو بده مثل ما يعني مقاررين هن وبيعتبر أنه هذا إجمع دولة على هذه العملية رغم كل الخلافات مع نتانياهو عملك هون منشوف ساعتها واقع جديد على الساحة الإبنية قبل انتهاء من رفح ما فيه أي حدث دراماتيكي بالجنوب واقع جديد هلأ بنحكي فيه لصالح مين ونفوت بالتفاصيل دكتور حكم بالبداية بدنا نحكي به يعني هذا العمل النوعي اللي قامت فيه المقاومة بالأمس إن كان أمن استخباراتي رسالة كيف توصف هذا الموضوع الاستثماء وعم يعتبروا أنه بالعكس ومش بمجال الردع أكتر ما هو محفز لإسرائيل للذهاب إلى توسع للحرب ليه بيقول بايدن أنه ضده للأسف راح الاتصال مع الدكتور حكم راح نرجع نحاول الاتصال راح نرجع نحاول الاتصال مع حضرتك تكون صوته صورة ونرجع لحضرتك دكتور حكم طب سيد سيمون يعني فتنا على موضوع هوكشتاين أوكي رجعنا للاتصال مع الدكتور حكم عم تسمعنا طيب موضوع اللي صار مبارح الرسالة اللي أرسلتها المقاومة لإسرائيل بأي إطار بتفسرها حضرتك قلينا أرجع صبحك وصبح ضيفك لسيد سيمون واستغرب أنه ما أعرفني مش مشكلة لا أنا ما أشاهد الصورة يعني إعلاري معروف ونحنا مش مش جداد أكيد أكيد لا أنا عم أقول اسمعني شوي أنا عم أقول ما شفت الصورة عطيت الاسم إجعا عبير تبرت أنه أحد المعلقين الإيرانيين لا لا كل تأدير يبدو يبدو سكت بي نحنا أنا وخيك جوزيف ممكن أستبع تشاركنا بمعرفنك وصداقة تب المحور أنا على سبيل على سبيل لا أنا أولا خلينا نحكي هكي شوي أصلا تحكي كتير عن هذا الموضوع الرسالي الرسالي كان تكبيري شدا رسالة الهدبود كانت كبيرة جدا بالنسبة للإسرائيلي خلينا نقول أيضا أنه هذه الرسالة هي جزئية وليست كلية بمعنى أنه بمبادئ الأرض والمبادئ الأمنية عادة لا يقدم الطرف كل ما لديه بل يقدم جزءا من ما لديه ليوصل الرسالة إلى الآخر هذه الرسالة يعني فينا نقول أنه إذا كان عند الحزب الله عنده كل المعلومات أو جزء من المعلومات عن حيفا أو ما قدمه بالأحراب بشكل أدق عن حيفا وعن المناطق التي صورتها في طائرة الهدهد هذه أول شيء ما أوصله هو معلومات التي يريد أن يوصلها عن هذه المناطق التي صورها الأمر الآخر أنه لديه معلومات يقينا أكبر بكتير عن هذه المناطق أيضا لديه مناطق يعني لديه معلومات تفصلية الأمر الآخر أنه هل هذا كل ما لدي حزب الله عن الكيان الإسرائيلي بطبيعة فحان لا يعني من قال أنه ليس لدى حزب الله صور عن مناطق أخرى مثل تل أبيب مثل ديمون مثل أي مناطق أخرى في الكيان الإسرائيلي مجرد أن تستطيع هذه الطائرة أن تدخل إلى المناطق المحتلة وتصور بدون أن هناك أي منظومات دفاعية يعني تواجهها هذا يؤكد أن لدى الحزب القدرة التكنولوجية على تجاوج القدرات التكنولوجية الموجودة عند الإسرائيلي أعطي توضيح بهذا الأمر بالضرب رد فيها إيران على استهداف كونسولية بدماشق طيب كان في عندك المنظومات الانتفاعية الروسية عفوا الإسرائيلي الأمريكية الفرنسية الألمانية غيرها طيب هذه ما استطاعت أن تتصدى ل350 صاروخ مسيرة فعمليا يعني استطاعت القدرات التكنولوجية عند إيران أن تتجاوز هذه القدرات التي نسمى عالمية ومتقدمة أيضا أضرب مسأل آخر وهذا مهم برسالة الهدهود أنه سيد سيد حسن نصر الله بمتمر صحفي أيام اغتيال الرئيس رفيق الحريري أدم معلومات مصورة من قبل طائرات الإسرائيلية ويومها كشف لأول مرة كان يعني للظروف كانت القائمة أنه كان حزب الله قادر على اختراق طائرات المسيرة الإسرائيلية أو طائرات التجسس الإسرائيلية بحيث أنه هذه الطائرات كانت ترسل الصورة إلى تل أبيب والصورة الثانية كانت توصل لها عن حزب الله يعني عمليا إذا من هذه الفترة من عام 2005 وما قبل حزب الله استطاع أن يطور نفسه قدراته التكنولوجية ويوصل لهذه المرحلة من الاختراف فهذا يعني أنه الإسرائيلي أصبح مكتوف بشكل كبير جدا بكل إمكانياته هذا عم نحكي على الجو طيب أيضا من تحت على الأرض هذا يعني وليس فقط الجو يكفي يجب أن يكون هناك قدرات أمنية للحزب على الأرض فعمليا ما لدى حزب الله على الأرض أيضا يؤكد أنه يستطيع أو استطاع أن يخترق هذه المنظومات برأيك دكتور بس يعني لننهي هذه النقطة كيف رح يأثر هذا الأمر يعني على ما يحكى اليوم من تهديد إسرائيلي ربما أمر جد بعد اجتماع مجلس الحرب بالأمس والموافقة على توسيع الحرب في جبهة الشمال يعني كيف رح يأثر على مجرية هذه الأحداث أولا أولا طبعا هذا له تأثير كبير جدا والحزب كاشف بشكل أمني كل المواقع الإسرائيلية الحيوية يعني أصبح لديه قدرة على معرفة ماذا يجري في الداخل داخل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية وداخل مؤسسة الجيش والقوات العسكرية والقدرات الأخرى فعمليا أصبح الإسرائيلي مكشوف قدام الحزب هذا الأمر الأول الأمر الثاني خلينا نكون دقيقين هذا الكلام حتى الآن هو تهديدات يعني عمليا هل لدى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية القدرة على خوض معركة مع حزب الله في لبنان إذا كان إذا كان الإسرائيلي إلى 9 شهر عم بخوض معركة بدقعة جغرافية صغيرة مكشوفة مع مقاومة محدودة الإمكانيات لأنها محاصرة منذ عشرات السنوات وما إلى ذلك ولكن لم يستطيع أن يحقق إنجاز حتى الآن هل يستطيع أن يقوم بحرب ضد لبنان ولبنان ينك من الإمكانيات والقدرات العسكرية الإسرائيلي يتحدث عنها وليس الحزب أو المقاومة تتحدث عنها العمر التالي أنه بالاجتماع الأمن الأخير لاجتماع مجلس الحرب الأخير لأنه حل مجلس الحرب معلومات لأورادة وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه وصلوا لنتيجة أنه لا يمكن وقف الجبهة الجنوبية إلا أن يكون هناك وقفا للحرب في غزة وهذا يعني الإسرائيلي لا يهتم فقط بالجبهة اللبنانية إنما هناك جبهات أخرى الجبهة اليمنية جبهة العراقية وبالتالي الآن إذا لم يوقف الإسرائيلي الجبهة جبهة غزة عمليا هذه الجبهات لن تقف فعمليا هذا الكلام الذي يقال لا يزال إلا في إطار التهديد حتى هوكستاين يعني ما نطلب أنه لا أحد يريد توسيع الحرب رح نرجع نحكي بموضوع هوكستاين بس بدي أخد رأي كنت عم تقول أنه ممكن يكون حافز أمام الإسرائيلي لا توسع الحرب أو فتح جبهة الشمال بشكل أوسع طب بارح نتنياهو كان عم يحكي عن مخاوف من حرب أهلية إسرائيلية يعني كان عم يحكي بطريقة أنه نحنا اليوم إذا ما رحنا على هذه الحرب والجبهة الداخلية كمان مهددة الإسرائيلية هل اليوم قادر الإسرائيلي يعني عم تقول بده يجر الأمريكي إلى هذه الحرب بس هو فعليا قادر بظل فتح جبهة غزة منذ تسعة أشهر ووضعه الداخل الإسرائيلي نحكي الأمور بوضوح نتنياهو يريد أن يعني يوسع الحرب لحد اليوم الأمريكي بموضوع الجنوب اللبنان عم بيقول له أنا ما بشارك معك يعني ما بحط لك أي ما بدعمك ونباري كان عم بقول نتنياهو عم بوجه كلام للأمريكي عم بقول أعطونا أسلحة منفذ المهمة عنكم ونقضي على أنه هذا الفريق اللي أنتو عم بتعينه منه بالمنطقة برجو عليه الأمريكي بيقول له بس في صفقة هذا القنابل اللي هي 200 رطل نعم مش عم نعطيكيها بس بإطلاق عم بتاخد كل السلاح نتنياهو سبيع أرسلوا الأمريكان خبراء عسكريين إلى منطقة شمال إسرائيل يدرسوا الوضع اللي له علاقة بالخرق الجوي للمسيارات عم بتلقى حزب الله إلى شمال إسرائيل يتبين شو السبب هني معتبرين أنه عطيين الإسرائيل الدفاعات الكافية تبين شقين شق أنه ممكن تعبر المسيارات لأنه طبيعة الأرض وطبيعة مسيارات اليوم في منهم بيكونوا مؤهلين ما بينلقطوا نقطة تانية تبين كمان أنه نتنياهو عم ضابطة مع منظمة مع عدة الدفاعات الجوية أنه مش كلهم يردون ليش بدوا يستردج أمريكا هادي اللي أنا عم أقول أنه اليوم إذا بنرجع للي سمعتم بارح أنا وقريته بالإعلام الإسرائيلي لأنه هادي بس تقول ليها بيطلع لك ناس بقولوا أنت متماهي مع الإسرائيلي عم بقولوا هايدي سبعة تشرين عم وصغر أنه الخرق الأمني الكبير العمنيته حماس بالعمليات وبالقتل وما تبع العمليات وإسقاط هايبة الجيش الإسرائيلي يعني بين عمل عسكري وبين ما تبعوا من عمليات غير مقبولة يعني بطبيعة الإرهابة عم بقولوا هذا عمل أمني يشكد خرق يعني أنا عم بتطلع من النقطة أنه هذا الكلام بده يجبه نتنياهو يستثمره يعني هذا اللي عم نحكيه هل الأمريكي بروح معه اللي مبين اليوم أنه نتنياهو والأمريكان يعني وأمريكا متمهيين بما خص القضاء يعني على أو بتأمين ما يسمى الواقع الوجود يعني الوجودية الإسرائيل هلأ عم بقوله الدكتور كلام بفهمه يعني يعني هو من موقع وفيه قوله وانا عن أي كلام عم بقوله يعني كلام دايما له علاقة بموضوع القدرات يعني مزبوط في قدرات نحنا أنا أقر فيه بقوله كذا محل حزب الله قدراته واضحة يعني هني لو ما عم بيعينه لو ما بيعينه بحزبونا عم جامل لو ما بيعرفوا أنه في قدرات عند حزب الله ما كانوا نطروا كل هالوقت وما عملوا الحرب يعني كمان هذا موضوع بدوا تاخد بعين اعتبار بس كل هيدا بتشكل عوامل جامعة بس وين النقطة هل نتنياهو بروح على المعركة وبفوت الأمريكان معه يعني بموضوع مع حزب الله أو هني بيردعوه لليوم ما فيه يرضعوه الأمريكان أنا لذلك بقول أنه بدوا يعتبرها حافظ ويقول نحنا قدرات سرنا موكشوفين وقت السفارة الأنصلية كان فيه انقصام بين الأجهزة الأمنية بإسرائيل إذا قصفوها أو لا بينما اليوم كلهم سوا عم بقولوا عم بحملون المسؤولية القيادات العسكرية للأمنية أنه أنتوا دائما بس يصير في هذا الواقع بيكون فيه هروب للأمام هل بتروحوا على الحرب سواء ربحوا أو خسروا هذا هم قولوا أنا نتنيه بتدريزها بنحو الأمام حكيت بموضوع مثل مساعي أبو ملحم أو شي بس مفارح الرئيس بره لأ أنه فيه أمور إيجابية كان ينتظر بزيارة هوكشتاين وسمعا بالأمس أكتر تفضل نروح لفاصل أول تفضل سريعا في نقطة بالموضوع يعني 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 مش مقدرنا نسمع على هاي الجملة من دكتور حكم بعد هذا الفاصل مشاهدين أخليكم معنا هو زال موسيقى نسمع معكم مشاهدينا بحوار اليوم مع الأستاذ سيمون أبو فاضل أهلا وصهلا فيك مرة جديدة شكرا بزيارة هوكشتاين كنا عم نحكي البعض بشوف أنه لا أكتر ولا أقل تجديد للاقتراح الأمريكي الإسرائيلي اللي قال بعدين ونقر رسائل من إسرائيل وربما سمع نفس الكلام اللي سمعه من قبل بس البعض بشوف فيه لا أنه أمور إيجابية مثل يعني أوصات عين التينة بتقول وكأنه فيه أمل بحل ديبلوماسي كلم من أول علاقة بموضوع التفاوض غير مباشر مع إسرائيل يعني من خدر الهوكشتين كان يكون مع رئيسنا ببري بموضوع الآن خارب يعني رئيس ببري ولا مرة بيّن إلا أنه هو أنه متجرب أنه لبنان متجرب طبعا متمسكين بالمواقف يعني سيبت السيادية وحكي عن النقاط أنه فيه نقاط بعد ترسيم فيه سبعة مرسلة من أصل العدد كبير حكي عن قد تنقاط كان دائما يعني لبنان لأنه من خلال رئيس نبي بري حط الطابق عند الإسرائيليين تيبين المجتمع الدولي أو لبنان يعني لبنان هو مع السلام ومش مع الحرب رغم أعتراضه على حرب المشغل لرئيس نبي بري وهذا شي واضح إلا أنه كان يقول دائما هو يحط الطابق عند حزب الله عفوا عفوا عند إسرائيل ويحمل أمريكا المسؤولية أنه هي مقصرة في موضوع ردع إسرائيل برحل اللي عم بيسير مع رئيس نبي بري أنه إجا هاك شنين اللي عم منعمل بالجنوب لبنان ما رح يقبل فيه حزب الله إلا إذا كان خسران هذا الشروط اللي عم تنحط فيه نقطة صارت كتير واضحة بدون كتير يعرفوها وميز علوا كتير ناس بس نقولها بالممانعة حزب الله قال أنه بدي فوت على الجليل مضبوط أو لا وحزب الله عنده قدرات وأنا ما عم بيحكي مجمع ما عم بيحكي وقائعة عم بيحكي حتى يمكن حجم هذا السلاح اللي أنا كمان هو هيك قال بدي فوت على الجليل لا حسن لا حسن لا حسن بحل استمرار الحرب واته واستوسعت على الحرب أنا موضوع سلاح حزب الله طبعا بيعتبره بموضوعه بمحل هو مستعمل للتأثير على الحياة السياسية وينفذ أجندة لإيران بس أنا خليديك شو قيل هو أنا هيك شو في حزب الله ينفذ أجندة لإيران اللي أنا بطلع السيد حسن بقول نحن سندخل إلى الجليل وهو عنده قدرات تتخطى قدرات حماس مضبوط أو لا طيب نقطة تانية فلوا من شمال إسرائيل مئة ألف مستوطن ويمكن صاروا أكتر والمنطقة مهددة هؤدي ما بقى يرجعوا بعد اللي شايفوه بسبعة تشرين الأول من حماس لأنه بعقليتهم وبأنعاتهم وبخلفية تفكيرهم سعندهم فوبيا أنه اسمها احتمال دخول حزب الله إلى هذه المنطقة فإذا حزب الله بده يأمن شروط تكون واضحة ومكشوفة لحماية هذه المنطقة هاي حزب الله ما في يعطيها إسرائيل بلا تأمنها حزب الله ما في يعطيها بالطريقة بدهيها بدهيها الإسرائيلي لأنه هون بده يبين حزب الله مكسور وخسران ومتراجع فإذا اللبنان اليوم عم بأطع وقت كانت يشوف نتيجة غزة هذه اللي عم بيصير لأنه ما رح يقبل نتنيه إذا ربحان إذا هو خلص عملية ترفح إلا بشروطه خديب عنا الاعتبار يعني تهديدات السابقة لحسن نصر الله أنه هو سيدخل إلى الجليل قدرات حزب الله مسيرة مبارح نحنا ما عم نقول اليوم أنا كمراقب أنه أنا لازم إسرائيل تفوت أنا عم قول أنه كل يوم بشكله حافظ هلأ فيني بنفس الوقت شو المفروض يعمل فيني بنفس الوقت فيني بنفس الوقت يعني سابقيني أدت نقاط بدأ علي بس فيني قال لك بنفس الوقت أنه اتهديدات الإسرائيلية كلها ع جنوب اللبنان لو بلا تنصرف كانت نصرف في تقبل هذا النوضوع حميل أوجه شو المطلوب هو المطلوب اليوم انتظار نهاية معركة غزة لبنان اليوم بفنه لنبيه بالله انتظار يعني ما أبقى الجبهة مفتوحة لأن ليس ما أبقى لبنان ما كان له علاقة بها المعركة لأنه عم نحزب الله بحرب المشغلة بس هلأ نحن صرنا بمرحلة تانية وحضرتك قلت أنه إقرارا بقدرات حزب الله اليوم هو اللي مانع إسرائيل تتردد بهذا الحرب طبعا بس ما كمان اليوم فتح الحرب يعني سيد حسن صلى الله من باب توجهات إيرانية لكل أزرع إيران بالمنطقة ليش بإيران تفاوض على حساب لبنان والحوسيين وحتى اليوم عم تبيع عم تبيع إيران صار تبيع صار تبيع إيران المقاومة اللي فاتح الجبهة اللي صار رايح أكتر من 350 شهيد هي كرمة لعيون إيران يعني أجندة إيرانية همش لبنانيين قالنا يا رحم كل شخص سقل بالجنوب اللبناني بدون ما نعمل مزايدات عباطنا نقطة تانية إيران إيران حتى اليوم صارت بيع بش 30 مليار دولار بالسوق نفط رغم العقوبات الأمريكية عليها لأنه هي مدوزن العمليات بكل منطقات الشرق الأوسط يعني مع الحوسيين ومع الحشد الشعبي ومن سوريا قادة قريدة السمود والتصدي كلهم سواء مدوزنة عندما بدأت معركة المشغلة إذا منرجع مدام للتاريخ إيديش صار فيه مخيئة مجازر والشرون عمل مجازر بجنين والمخيمات وعملوا اللجين دولية بتأخذ المعركة شهر 2-3 بغزة بقناعة حزب الله بحكيكي معطيات مش أنه أنا عم نظر عنه أنه هذه المعركة عندما دخل عليها ناتانياهو يعني بسارة المعركة أوليوم أنه قد يكون فيه احتكاكات وأسرائيل استهابت ما أقدم عليها الفلسطيني وهو كانت عملية واسعة ما فيها ننكر أبدا عملية كتير كتير نوعية إلا أنه أعتبر أنه عملية وقتية مدت كده هالوقت كبّدت حزب الله وجد نوب اللبناني شهده وضحايا ودمار لبنان مش بحاجة لقلو وإيران تستفيد من هذه الورقة وإيران تستفيد من هذه الورقة لبنان عنده أراضي محتلة أو لا عنده بعض النقاط المحتلة بس ما أنه كان بحاجة لعمل حرب لبنان يواجه ألاف الخرقات وعشرات الخرقات اليومية مجموعة بالأعشرات الألاف للألف وسبعمائة واحد بس بتماني شهر وعي سيد حسن فاق عليا إنه وعي إنه بتماني تشرين عندما يعني بسبعة تشرين عملوا عملية غزة طرفان أقصى بتماني تشرين استفقر سيد حسن ما كنت قيادات حزب الله والممانعة إنه في مسيارات وفي خرق جوي بها بدنا نضع أو وقفوا تضامنا مع غزة بوقت إيران تتفرج وتساوي ما شو كان مطلوب يعني بلد كمان محتل من إسرائيل وهو دائما في دائرة التهديدات وأيضا الاعتداءات إنه يقف مكتوف ما كان مطلوب منه يفوت بالمعركة أنا عم بحكيك إياها كمواطن كمريئب لما إيران تريد المعركة بسقف معين لم بس عم بصير في شوية تناقض بكلامك سي سيمون عم تقول لما هيدا القدرات اللي أظهر جزء مننا حزب الله ما كانت اليوم إسرائيل مردوعة هيدا العلاقة بنتيجة ما أقدم عليه بس أنا عملك القدرات مش معناته حزب الله يعني مش ممكن يرتب على لبنان ضرر ودمار وما بعش بقوله يعني تهجير وقتل رحيتصير رحيتصير وهو رحيتصير رحيتصير على إسرائيل بس أنت كمواطن لبنانية أو كمراقب تتطلع على نتيجتها لقالك أنه إذا تسقط إسرائيل من ورا هذه المعركة فلتسقط بس إذا إسرائيل ستبقى وستطع شو شايف له هلأ إسرائيل مردوعة إسرائيل حققت أهداف يعني كنت عم تقلي كمان حتى بسيئة الحديث أنه اليوم قد يكون مرغما حزب الله على تنفيذ بعض الشروط بس أنه مش إسرائيل اليوم لمحقق أهدافه لحتى لأنه هاي الشروط ما بيقدر يتحملها هاي هاي دي يعني اليوم ما فيه شروط إلى علاقة أنه اليوم وليد المنطقة فور هلو بدنا نبعد كتيبة الردوان طب ممكن كتيبة الردوان كتيبة مجمعة من مجموعة عناصر من حزب الله وده أنه مميزين أو بيسمون النقبة بس عم بنعمل في خطة حزب الله ما رح قبل فيها هلأني هي أنه انتشار قوات دولية بكسافة طبعا الجيش ما بدنا نظمه ما علي دور أكثر من تأمين الأمن أنه دعم الجيش اللبناني بالمستقبل تطويع عناصر مدوا بالسلاح والمال لأنه هو كمان يكون يعني يدبط الأمن بس وصلين على إجراءات بالمنطق البداية إسرائيل وأمريكا أنه يفوتوا أعضية على القوات الدولية بعدين هن يعملون مداهمات وينبشوا على الأسلحة هيدا حزب الله ما رح يبقى فيها مشان هيك نبيه بره يعني بفنه عم نحكي هيك مش عم نحكي مجملة زد الطابع الإسرائيليين يعني اللي عم يطلبوا هلأني يعني اللي عم يطلبوا الصراعين ما فيه أدمح زب الله يعني إذا واحد عنده ورقة قوة مش لازم يستعملها لازم ينطر لتطبيق الألف وسبعمين واحد وفق ما عم تحضرتك تتفضل الفصل السابع ننطرهم يصيروا يعملوا مداهمات بأراضي عند أهالي المنطقة يعني من نسيج المنطقة عم نحكي عم تحكي عن قوة الردوان دكتور حاكم ما أعرف إذا كنت عم تسمعنا لأنه للأسف في اليوم ما أعرف مشكليني لكن في إلي ملاحظات أنا اللي سمعته سمعت شوي وجه حطاش يعني الإفساد شوفي بنقاط يعني أولا أشار السيد سيمون أنه السيد حسن طلب من المقاومة أنه تدخل على الجليل هذا كلام مش صحيح ولا دقيق هم وقال أنه المقاومين أنه ينتظروا يوم أنه احتمال نحنا نطلب قيادة المقاومة تطلب منهم دخول إلى الجليل هذا أبقى أصدر دكتور أنا أصدر أنه هذا الكلام هم هل 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 أخذ بعين الاعتبار أنه أنه فيه قدرات هذا يعمل لك لا 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 هل 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 يجب استدراك بوضع شروط مشددة غير نسمع أنا شوش وجدنا سيسيمون أنت إعلامي تعرف أنه الكلمة والمصطلح له دوره سيد أنت قلت أنه طلب منهم يدخلوا قال بدهم يدخلوا السيد ما قال أنه انتظروا إذا بدك بتقريبا من نفس الحرق انتظروا منكم قد يأتي يوما تطلب قيادة المقاومة هذا العصد خلص متفقين عم بقول سيسيمون هدا اللي كان عاصده أوكي الأمر الثاني أنه في هالحسر الشيء بين هلالين المشروفة أنه دائما تحميل حزب الله لما يحصل حزب الله أصلا أصلا حزب الله والمقاومة خلقوا ردا على فعل فعل هو الاحتلال يعني أيمكن ما كانت إسرائيل قبل حزب الله حزب الله طيب طلع من 82 85 طلع حزب الله طيب قبل هاي الفترة ما كانت عم ترتكب إسرائيل مجاسر ما كانت عم تشتيح ما كانت عم تنتهي لكن هلأ بالواقع القائم مش يوميا في طيران إسرائيلي عم بالأجواء واستطلاع واستهدفات واغتيالات يعني ليش دائما نحنا مع أنه نحنا الطرف خلينا نقول الطرف الأقوى دائما نحنا نحنا نحن 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 ما بعرف لأيش نحن 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 أصبعنا أصلا 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 يعني ما لأيش أنا بتقوله شغل السيمون لكل يعني بيحمل نفس الرأي يعني الإسرائيلي والأميركاني لو كان قادر على أنه يشتاح لبنان هلأ هلأ بأي لحظة كان أخر 8-9-9-9-9-9-9 اللحظة يجع على لبنان أنت أنت لازم تبعا مش أصلي السيمون كل واحد يعني اللبناني أنت كلبناني مفروض أنه أنت تفتخر وتربع رأسك أنه عندك قدرة قادرة على أن تجابه الإسرائيلي والأميركي بالوقت اللي ما حدا يقدر يوجههم عندك هايذي القوة اللي راد على الإسرائيلي على أنه يقوم بأي اعتداءات على لبنان يعني مين كان يمنع الإسرائيلي أنه يضرب في بيروت مين كان يضرب في جوني أو أي منطع أنطع تاني يضرب فيها الإسرائيلي إسرائيلي يعني أصلا طبيعته تكوينه فطرته غدار وبالتالي لا ينتظر منك أنه والله هو الإنسان لا عمليا هو بس يكون قادر بيشتاح بيقتر بيغتال بيرتكب مجازر هاي ديبادات الجماعية اللي عم ترتكب بغزة هاي الشي هاي دي هاي دي المجازر اللي عم ترتكب بغزة لو تكون قويا أنت كان ارتكبها بلغنان شو رأيك باللي كان عم يحكي بموضوع الألف وسبعمية واحد يعني اليوم واضح إما تهديد بحرب إما بحال ديبلوماسي وأنه ليش بدنا ننتظر حسب يعني فح وكلامه لابدنا ننتظر لا يصير عنا تطبيق للألف وسبعمية واحد بهذه الطريقة وتعديله ربما ودخول قوات اليونيفل والمداهمات ما بعرف إذا أنا ما في لنا ما سمعت ما سمعت بس خلي يقول الألف وسبعمية واحد يعني لش بدوا يتطبق عنا بالأبنان وبيتطبق بالجانب الآخر اثنين يعني أنهن لو كانوا قادرين يطبقوا الألف سبعمية واحد ما كانوا طبقوا يعني أصلا لحينتظروا لحينتظروا الموقف اللبناني أنه والله نحن ما بنقبل خلينا نكونوا واقعيين معلاش نحن عندنا قدرة وعندنا مقاومة وعندنا قوة عم تفرض المعادلات هاي دي ما كانت موجودة سابقا يعني أصلا الإسرائيلي قبل اليونيفل من أين تنتم موجودين اليونيفل شو عملوا اليونيفل معنا شو أدموا لنا اليونيفل أي نهار استطاعوا أن يردعوا الإسرائيلي فقط والله يعني كاتبيل فقط أنه تلعب طيران بس بيكفوا بالمتقرير هاي هي وين الفدرة عندهم هليني بس أسأل سؤال عفوا عفوا اسمحيني تفتر بالأمس الإسرائيلي ارتكب مجازر بمقانة بمخرات الأمم المتحدة شو عملوا الأمم المتحدة شو عمل المجتمع الدولي هلا الإسرائيلي عم يرتكب مجازر بغزا شو عمل مجازر وإبادات بغز شو عم يعمل المجتمع الإسرائيلي يا خيتي ماشي معرك مع المقاوم يعني يعني اصدوا من ناحية احترام القرارات الدولية ما في احترام من شبه الإسرائيلي اليون عم يحكم يحكم مين هو الإسرائيلي؟ هلأ الإسرائيلي؟ شوفوا محكمة العدل الدولي أشارت إلى أنه عم ارتكب إبادات محكمة الجنايات الدولية بدأت تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو غيره الأمم المتحدة حطتوا على اللائحة السوداء الإسرائيلي بمشأة الأطفال والعالم كله عم بيواجه هو عم بيقول مستمر بغيره ومش عم يسأل عن حدا طب لحي يسأل عنا بلبنان نحن لحي يسأل عنا بلبنان لو لم يكن عندك قدرة أنه تواجه وتقاتل حلينا بس ناخد وجهة نظر سؤال هيك بشكل عام الاختلاف بالسياسة اللبنانية الداخلية هو أمر صحي وديمقراطي لماذا الاختلاف بالأمور الوطنية السيادية لماذا لا تتشاطرون هذا الموقف مع أهالي الجنوب لنحكي على الأقل مع كل اللبنانيين اللي بيدعموا المقاوم أو معظم اللبنانيين اللي بيدعموا المقاومة لا اليوم في هالانقسام الحاد حيال أمور وطنية السيادية والعدو الإسرائيلي هو عدو مكرس بالبيانات والدستور اللبناني خلينا نحكي بواقع منه مجمل نحكي لأ تفاصيل اللي عم بيصير بشكل عام كل الطفل عم بيموت عم بيسقط بجنوب اللبنان هذا اللبنان يعني عائلة واحدة بعيلا عن المزايدات نحكي الشيعة وصنة ودروس النقطة التانية بهذا الموضوع فيه موضوع واضح سيد حسن هو بهذه المعركة بيّن أنه هو حزب الله عندما تبع حركة السنوار بيّن حزب الله ملحق بحسابات عند السنوار اسمعيني شوي حزب الله بيّن ملحق حيني كم لك أنا بسمع يبدأ تحكي بسمع لك بيّن حزب الله ملحق بيّن حزب الله ملحق بس خلينا نسمع بيّن حزب الله بيّن حزب الله ملحق بمبادر إليه السنوار يعني عملية مشاغلة عملية المنطقة اللي هلّا عم سيّل فتحها السنوار بيّنت كده قوة الممنع هي ملحقة إليه النقطة التانية شو كان الكلام اللي طلع أول يوم اللي طلع من جمعة من إيران تحديدا نائب الرئيس اللي الجديد إجاة مخبر عفوا بيقول بيقول وآخرين أنه نحن دخلنا لضرب التطبيع لبنان خير جهازها المواجهة ما أنه معني فيها يعني هلّا أن التطبيع كممكن يسير كممكن السعودية تأمن مطالب مثلا رغم كل رفضنا تانيه للدولتين هذا واضح كممكن السعودية اللي بعت السفير إلى الضفة الغربية وكانت عم تعمل اتصالات ممكن تنجح ممكن لا بس اليوم اللي عم يدفعها لبنان هو تصفية حسابات لتفاوض إيران وتمسك أدوار بدون ما تقدم أي مجهود بشري يعني صدام حسين عمل خطوات وأصف إسرائيل إيران من 45 سنة الثورة الإيرانية مش باعتة إلا بالأمس 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 يعني لأنه نضربت هي إيران تحديدا يعني نضربت سيادتها أو نضربت انصليتها بهذا المعنى فأذن الموضوع له علاقة بالتضحية بالشعوب وباللبنان وبحزب الله مقابل إيران تحسين شروطها إيه لمبارح المسؤول نحن نريد حصة فيه إقليم وهذا واضح فأذن لبنان يدفع تمن توسع الإيراني الشباب اللي هن من حزب الله وأنا عم قليل بس أنتوا حريصين على شباب حزب الله أكتر من حزب الله حريصين لأنه حزب الله ينفذ يعني هن يصف له فيه يمكن إنسان يلعب دول يمكن إنسان يلعب دول بس مقتنع أستاذ سيمون بالكلام اللي عم تقوله أنه السيد نصر الله ملحق بحسابات طبعا السيد نصر الله وخاصة بعد مقتل سليماني بعد مقتل سليماني صار هو خائد هذا المحور والبيانة والكلمات الخداف والعتاب ومقاطعة السيد حسن لاستقبال قيادة حماس عدة أيام لأنه ما تبلغ بالموضوع خلينا نوضح بس من دكتور حكم بكون عنده معطية بهذا موضوع أدأ منه يعني 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 لأسف عم يحكي شغلات السيمون مش دقيقة أبدا ولا إلا ولا تخدمك إلى الواقع بالسرعة يعني أي شخص بديسمع أنه والله سيد حسن تتبع السنوار يعني استدراجون السنوار السنوار استدراجكم إلى معركة في تحالف وثيق بينهم يعني هذا المسألة ما فيها شك أبدا أبدا ولكن أنه سيد حسن يتبع السنوار يعني حدث العقل بما يعمل يستدراجكم واحد اثنين أنا دكتور عم رجعلك السنوار استدراجكم إلى معركة لا شوف لحنا في شي بدين لك الموضوع مش مرتبط موضوع مرتبط بأنه ما سيترتب عن موضوع غزة سيرتد عليك على لبنان يعني الإسرائيلي قالوا تماما نفس النص اللي كان يستخدمون التكفيريين بسوريا أنه نحن بس نخلص من السورية على لبنان الإسرائيلي كان إذا طالما ذكرتك طيبة وعم تقول أنه مخبر وكان وكان كذا كذا الإسرائيلي كان عم يحكي نفس الشي عندما نتهي من غزة السنة إلى لبنان والأمر الآخر يعني أما ننسى مخبر ما حدا حكي هايك بإيران أفدا أنا ممسوط بإيران من بيحكي عنه غزة من بيحكي عنه خمس مواف جمع الماضي عن الناس في التطبيع يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ سيمون أنا أرحك أنا أعمل لك أنه ما في جبلي النص يا أخي أنا هناك نعلق على الحواء جبلي النص يحكي في جماعة يقولوا أنه إذا كان في تطبيع بعض الدول العربية هذا شأنها ولكن دكتور سؤال سؤال شوي يعني استضاحة من حضرتك وحضرتك يعني متابع وباحث مين بيحدد هيدا الأخطار طيب اليوم هذا انقسام موجود مين اليوم اللي بيحدد هيدا الأخطار المحذقة في لبنان يعني ناس بتشوف أنه لا هلأ فتح هيدا الجبهة هو له جدوى وناس بيقولوا لا وحلى إذا فيك تحلى على أي معيار شو الأساس هو الإشكالية الأساسية أنه نعم دائما دائما بتخبط بخياط صباح يعني دائما دائما هلأ يعني كله بتسمعي تسمعي هلأ بأخي مثل المسؤولية لحزب الله حزب الله عم يعمل كذا حزب الله عم يعمل كذا يا أخي أنتو تحدستو شنهام أنو الإسرائيلي شو عمل شو عم يعمل يعني يعني نحنا يعني ذكرتنا كلها الآن مخرومة حتى من فترة أصيلي تغري بنسى أن كان عم يعمل إسرائيلي مين يعني وقت الإشتاح الإسرائيلي وإشتاح لبنان وين كان حزب الله في سنة 82 وقت نجتاح لبنان في سنة 78 وين كان بالستينات وقت ضرب المطار وين كنا وين كان حزب الله يعني هل أنه الإسرائيلي لديه طبيعة إنسانية أخلاقية حتى حقوق إنسان ومدرشو هذا الكلام من المستغنم من الصلاحات العصرية اليوم أنه إنه إنساني لا في طبيعة الحال لا هذا اللي نسمعه وللأسف الشديد هو قرار قرار عند البعض عند البعض اتخذه ولو بتجيبه تبقيله السماء على الأرض أو تنزلينه الأنبياء على الأرض مش تحيغير موقفه حتى لو شيف الأبيض بطيقلك أسود إذا شيف الأسود بطيقلك أبيض لأنه هذا قرار اتخذه شوفي بس ارضرقلك مثل هون سريعا لو سألح سريعا مع ذلك تسمعي باللورد هاو 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 يعني بالغلدنا نحن عو 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 هيدا اللورد كان أمريكي اسمه وليام جويس وليام جويس هيدا كان من أب إيرلندي وأم إنجليزي هيدا راح على بريطانيا درس وأخذ الموقف النازي المتطرف وصار يشتغل ضد ضد البريطانيين فقام بعد الخارب هرب على ألمانيا عمل برنامج عمل برنامج هونيكي صار اسمه بتسكت ألمانيا تتحدث وبلش الهي اللي هو يشتغل يعني بالنوقف النازي على الأطراف الأخرى ولكن بعد الهزيم هرب كان يسموه يفبرك ويجيب أخبار غير صحيحة ويخبر أخبار غير صحيحة يسموه لورد هاو 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 يعني لورد عو عو آخر شي شو صار معه آخر شي هرب بعدما هزبت لألمانيا هرب على أحدى وبالصرف تقلوه زنديين بعد مشاكل فيه وأحدى فعمليا ما بدنا نحن نكون مثل هيدا اللعنق هاو 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 انه والله شو خلا نحكي بالواقع بس السنوار ومصطن شعبه لهذا الواقع نازم نتعامل معه بطريقة بطريقة ممتعية بدنا نحن نروح لفاصل بس السنوار ومصطن وضع شعبه لهالواقع هدد تعليقا على كلام دكتور حكم يعني مقتنعين انه حزب الله هو ذراع من أذرع إيرانية وأجندة إيرانية بس مش مقتنعين به يعني هذا العداء لهذا الكيان مثلا والمخاوف اللي ممكن يعمل إسرائيل عدو إذا كان في حركة دولية خارجية ممكن تؤدي إلى تسوية بالمنطقة الشاملة برعية عربية إقنيمية ممكن تنجح أو لا بطلع فريق سياسي بقول نحن بهدف ضرب التطبيع لفتحنا المعركة وقام حزب الله ألحق حلو بهذه المعركة ورتب على أنا بدي أقول رتب على المواطنين هذه النتائج وعلى البلد وعلى الجنوب اللبناني أنه بساعة حضرتك بتقولي لي أنه ما فيه مثلا باللبنان في الإسلام وساعة أنا بقول أنه ما بدي أحكي عن الجنوب مين بقولي الجنوب هو يعني هوية وحدة إذا فيه ناس بالبلد ما اعتبرين أنه الجنوب هوية وكسروان هوية فيه غلط أنا ما عم بيحكي هل أني بطنيات بالبلد بدون يعرفوا العالم كلهم سوا بعض اتفاق الطائف كانوا الناس مقتلين بعضهم وبعض اتفاق بعض منهم بالدوحة قتلوا بعضهم جعلوا اتفاقوا وشفنا اتفاق معرار كيف الناس ضبوا على بعضهم ما لازم بقى الناس يدفعوا التمر ما يعتبروا أنه هنه رؤية المقاومة بالدفاع عن لبنان بدنا نروح على فاصل لو سمحت بنفوت على الملف رئاسي شوي بلوقت المتبقى إذا دكتور حتى بتحب تضال معنا بريس بدنا ناخد فاصل مضطرين خليك معنا لأنه تمام بهنا رأيات ما بنقدر بدنا ناخد فاصل بموضوع 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 أنه حزب الله أنه متابع لإيران يعني ما لنشي إيران وقت اللي كان فيه إشتياح في لبنان المقاومة قامت ما كان فيه في موضوع إيران هذا الكلام إيران تابع لحزب الله ما في مشكلة مجهدين نخليكم معنا إيران تابع لحزب الله ما خلص لحنا نعملها هيك لأنا منخاف نفوت فاصل ومنرجع لكم مخاف مجهد منكامل معكم أن مشاهدين بالدقايق المتباقية الأخيرة مع الأساس سمو أبو فاضل نشر الكلمة أونلاين والدكتور حكم أمهز مباشرة من طهران بس لأنه لفتني شي كنت بدي علق عليه ونستيط كنت عم تقول ومقتنع كل الاقتناع أنه اليوم هيده ورقة القوة بدل ما نحنا نستفيد منها والواضح أنه كل لبنان اليوم يستفيد من هذه ورقة القوة نتيجة تردد الإسرائيلي وحساباته ألف مرة أبنما يقدم على خطوة بغض النظر شو عم بصير بجنوب لأنه هي جبهة مفتوحة اليوم كنت عم تقول لي أنه هيد القدرات عم تستعمل بالداخل بالملف السياسي ما فينا أنا كشخص مراقب أو مواطن عادي ما أقول لو في فعلا هذا الضغط بالسياسي كان اليوم عنا رئيس اسمه سلامان فرنجي إذا في قوة عملة خطوة دفاعية ضد الثنائة الشيعة بتبنيون مرشح سواء أن كان سلامان فرنجي أو أي آخر لأنه في قوة لأكثر من سبب عملة خطوة دفاعية تبنيت مرشح بالمقابل الموضوع له بعدين له بعد مساء أنه طايفة بكاملا عندها التزام بشخص بمعنى أو لا تشارك وإذا ما شارك بالانتخابات الرئاسية طبعا ما فيه إمكانية يحصل ونقطة تانية أنه نحن الأقوى وعندنا الإمكانيات ومنعطل البلد لأنه ما حدا بتجرى يروح بكرة يقول أنا بدي انتخب مثلا رئيس بخمسة وستين صوت بمعزل الكلام كلهم بس هذا ما أفرزته الانتخابات النيابية ليس القدرات العسكرية أو السلح اليوم اليوم صارت سابعا بعدة مرات منزل حزب الله على الشارع وبهدد وبيستعمل سلاحه حالا بدنا نرجع نقول صارت هيك وكان فيه تعدي على المرومة فيه هيمنة على الدولة نتيجة السلاح اللي هو مع حزب الله اللي صار موجود بالداخل وعنده تأثير على الدولة عنده تأثير على العمل اليوم للمواطنين عنده دولة ككيان عنده طبعا أنه اليوم الحكومة وانية المؤسسات وانية كله مهيمن عليها حزب الله الكلام شي والواقع شي فيه اليوم ضغط بالسلاح بالسياسة الحج وفيه صفا بروح مثلا بيبعث مع الزميلة بيقل الصحفية بيقل قليله للقاضي طرق بيطار بدي شله راسه أو هي ما قلت له كل الجملة أو أنه أعطاله راسه أعطاله راسه والكلم اللي نحكى هيدا من منطلع منطلع أنه مثلا من عملية أنه ورا منه في مجموعات عسكرية في قدرات فرجت قوتها بعدة محطات فإذا هذا الموضوع مرتبط طبعا باستعمال السلاح الفريق الآخر ما عنده سلاح اليوم الحدث بمطرح تاني وعم نحن نفوت بتفاصيل أوقات كمان كتير مبالغ فيها لنأخذ اللبنانيين لوين تفاصيل مش تفاصيل انتخاب رئيس الجمهورية لا ما عم نحكي عن انتخاب يعني هلأ عم ترجح شو قال وفي صفر لا ما بديكش أعطيكي وقائع بس أنه كمان مش هيك كمان لا أنا عم قليلي أنه وين استعمل القوة طبعا فاشيكي أنه أنت بدك تقليلي أنه وين حاملين هن الأسلاح أنا عم بديك حجم يعني التأثير السلاح له بعضه السلاح له بعضه يعني في حجم السلاح وفي استعمال السلاح وفي التهديد بالسلاح أنا عم بحكيكي أنه هذا التهديد يعني لو إجرى مثلا مسؤول العليمي بشي حزب إن كان هيك بدأي حكي بواقعية إن كان قوات أو كتاب أو طيار أو اشتراكي قال له لا مسؤول بديها لها الشغلة وما فيك تعمله بردها لي ما بردها لي واضحة واضحة فأسلا هيدا الموضوع له علاقة بالسلاح وحجم السلاح طبعا بس هلأ ناخد رأي دكتور حكم لماذا هذا الاستقواء يعني دكتور حكم يعني أوكي بجنوب فتحين جابها لا بالداخل هيك ودي يكون الواقع يعني ما بعرف أنه اليوم نجينا حتى نقش موضوع لأنه كانه أخذ أخذ البرنامج موضوع ردود يعني فقط أول شي يعني ما بعرف ليش اليوم سيسيمون عم تكون المصطلحات يعني ما بعرف أيمتل قال حجو في تصفة أنه بدنا نشلوا رأس ولأضمار البطار أصلا ما نقل ما نقل هل هذا صحيح أو غير صحيح أنه سنخلق سنخبعه كامل هالمعله يعني نحن نقبعك هذا الكلام بس ما قال أنه مضيق على رأس بس مثل ما قالت يعني للأسف هالحلقة خلصت وبعدنا ما حكينا زبدة أنا بحكي على التهديد مش هد عبارة فيك تقول له لو أحد بفرجيك شو بعمل فيك وفيك تقول له برداءت لك هذا عبارات عم تقول عنها دكتور هي نوع من أنه التمالص من ما حصل هي بالنتيجة صار فيه تهديد لم يتم انكره لم يصدر أي موقف في حزب الله الجميع تحدث عنه يعني اللي صار المساعي اللي صارت مؤخرا بس دكتور حكم يلا سريعا لأنه بعد معنا دقيقة ونص ما خلص الوقت شو بدنا نعم بس مصطلحات إلى دورة شو قصعله راسل فرق كبير بين أنه مصطلح الأقبارات وبين مصطلح يا خي طب قال له شو قال له طب شو قال له هو ما حبت رحيز أنا بدي بدقيقة الأخيرة لنعرف إذا يعني شو كلمة لحظة أنه شو كلمة الصحيحة لنقالي لا لا هيك عم مضيع وقت لا لا بدي بدقيقة الأخيرة أنا بدي أعرف منك دكتور حكم هل فعلا الثنائي اليوم جاد إذا بتريد يعني سألتك سؤالة تجاوبني مباشرة صرنا على الرد والرد المضاد في فعلا شيء أمر جدي بموضوع فصل الرئاسة اليوم من قبل الثنائي بحسب تصريحاتهم عن ما يحصل بالجنوب وبغزة هل اليوم الثنائي مستعد للذهب إلى أي جلسة ممكن تفرز رئيس للجمهورية باختصار لو سمحت نبقى معنا لو كان بدي باختصب شديد جدا لو كان في استقواء السلاح بالداخل ما كان حدا بيقدر يفتح تخدمهم ولكن كل العالم عم تتحرح وتتخل وتعمل بدايا ما حدا عم يقل لا ورايكين ولا وانتين حتى بدليل أنه هذا الحاملات تصير على الحزب والتشوير والسب والكذا والإهانات الحزب الله مش عبيرت على حدا لو كان في استقواء السلاح كان ما حدا بجراء طيب بالنسبة لأن هذا موضوع أصلا سؤالي أصلا مفصول مفصول الموضوع كليا ليس هناك من اقتبار ما بين ما يجري في غزة وما بين ما يجري في لبناني خليه تبقى لبنانيين هلا يروح عطا ورقة الحوار لدعا إلى الرئيس بر طيب لاش ما بيروح عطا ورقة الحوار الرئيس بر لأنهم سنتين لاش ما بيروح طيب 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 خيانا اسمع كلمة أخيرة وصلة الفكرة دكتور نقوله إذا في رابط أو ما في رابط وابد أنا أشكالية كبيرة يعني في قرار في أنا ألف أنه في جامعة أخذوا قرار بهذا البلد أنه يردوا قراره بقرار الآخرين عظيم هيدا دايما تقاضف الدعمات معك نص دقيقة يا دكتور حكم بدأت شكرا نص دقيقة بدأت تقلنا شو المعطيات الأخيرة بالنسبة لرئاسة الجمهورية للأسف رئاسة جمهورية مغلقة مغلقة في اليوم أفاق مسكرة طبعا مرتبطة بما يحصل وإن كان عم بقوله ما في رابط بين ما يحصل في غزة وفي الواقع اللبناني إلا أنه في رهان على أنه بعد انتهاء من غزة يخبر الموضوع اللبناني في رهان عند الفريق الممانع نقطة إذا ربحوا المعركة طبعا بدون مرشحهم وإذا خصوا المعركة طبعا سيقولوا نحن بدنا ضمانة مرشحنا النقطة الأهم أنه الممانعة تراهن على أنه الفريق المضاد يمكن على الداخل اللبناني أو على مدى الأقليم سيتهاون بتسهيل انتخاب مرشحة لأنه الفريق الآخر عنده أكثر من اعتبار خريص على أنه الهدوء والسلام وعدم توطير الأجواء يعني في هذا رهان لذلك الموضوع مرتبط بانتهاء الانتخابات يعني بانتهاء يعني ما في رئيس قبل وقف إطلاقنا إذا بتقول إذا حدا بقلهم لحزب الله تعالي يوم انتخب مع أنه هذا الكلام هو مبدأ وبالمقابل أنا معه موزن الكلام اللي عم بقوله الرئيس بري كمان كلام اليوم يأخذ بعين الاعتبار فيه بالبلد فيه وقت ضياء يعني اليوم انتخب رئيس بسبعين صوت بيعمل مشكلة بالبلد ما فيه استلم واللي عم بقوله ممكن سمير جاشة أو آخرين احترام دستوره واقع يعني البلد مشان هيك بده يعني بده وقت أكتر بس النقطة الأساسية اليوم انه لحديد اليوم الرئيسة الجمهورية انه معلقة شكرا للك استي سيمو أبو فاضل لحضورك لبرنيمش حوار اليوم بتشكر كمان دكتور حكم أمهز بن طهران شكرا للكم مشاهدين إلى اللقاء